فيلم سيرتشنج بيدور عن قبل بيحاول يحل لغز اختفاء بنته بإنه يدور في أسرارها الرقمية على الإنترنت أي مشاهد في الدنيا ممكن يتوقف عند إنجازات الفيلم الفنية أو التقنية أو الدرامية ولكن المشاهد المصري حيتوقف عند نقطة مختلفة تماما سرعة الإنترنت يا جدعان يخربت كده البنت دي لو كانت اختفت في مصر كان أبوها أضل فيلم كله على التليفون مع خدمة العملة أحداث فيلم سيرتشنج بتدور عن مأساة بتتعرض لها أسرة صغيرة مكونة من الأب ديفيد والبنت مارجو اللي عايشين لوحدهم بعد وفاة الأم باميلا المأساة هي اختفاء مارجو في ظروف غامضة بعد صهرة مذاكرة مع زميلها الأب بيبلغي البوليس اللي بيطمنوه تماما وبيقولوله إنه مطلوب منه حاجة وحدة بس وهي إنه يساعدهم بمعلومات عن الحياة الخاصة لمرجو هنا الأب بيكتشف إنه ما يعرفش حاجات كتير عن الحياة الشخصية لبنته وبيقرر إنه يستعين بالإنترنت عشان يحاول يلاقي أي معلومات ممكن تساعد في حل اللغز وأحداث الفيلم بتنطلق مع بحث الأب اللي بيقوده من مفتاح لمفتاح ومن سر لسر ومن صدمة لصدمة في طرف النهاية حينجح في إنه يلاقي بنته ولا لأ طبعا أي حد متابعني على السوشال ميديا ما بقاش سر بالنسباله إن الفيلم عجبني جدا 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 وشجعت الناس اللي شفتهم في كل حتة على إنهم يدخلوا في أسرع وقت ممكن بس ده كان من 3 أيام تقريبا والسؤال اللي ممكن يضطرح هل بعد ما عد علي 3 أيام وأنا بفكر في الفيلم لسه منبهر به زي يوم ما شفته حنأجل الإجابة عن السؤال ده شوية وخلونا نبتدي بإننا نحاول نحط فيلم سورتشنج في إطاره وتصنيفه الدقيق سورتشنج بينتمي لنوعية أفلام الإثارة المرتبطة بحل لغز جريمة ولكن على المستوى الفني والتقني الموضوع مختلف تماما الفيلم بيدور عن رحلة الأب الطويلة جدا والعميقة جدا في العالم الرقمي العالم الرقمي أهو 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 وعشان يعيشنا مع التجربة دي بكل تفاصيلها مخرج الفيلم أنيش تشاجانتي خلى كل مشاهده رقمية يعني كلها تفاصيل موجودة على شاشات رقمية زي مثلا شاشة اللابتوب أو الموبايل أو الجي بي أس بتاع العربية وكل اللقطات الحية بتاعت أبطالنا متصورة بكاميرات رقمية واحنا كمشاهدين ما بنشوفهاش إلا على الشاشات دي ده عنصر التجربة الفريدة ده اللي بيخلي الفيلم مميز ومثير للاهتمام حتى من قبل ما نعرف هو بيدور عن إيه ولكن تقييمه حاجة مختلفة تماما هل كان حلو؟ هل كان مفيد؟ هل أضاف شيء لتجربة المشاهدة؟ الإجابة على الثلاث أسئلة هي آه طبعا كان حلو جدا وواضح جدا وممتع جدا في المتابعة وكان مفيد جدا وساعد في نقل تفاصيل كتير لو الفيلم كان حاول يشرحها بالطريقة العادية ما كناش هنخلص وأضاف كتير لتجربة المشاهدة برفع معدلات الإطارة والترقب والتفكير لأنه خلانا إحنا كمشاهدين تحولنا لأدوات مصاعدة للقب في القيام بمهمته كأننا قاعدين معاه على الكيبورد بنفكر وبندور وبنحاول نسبقه في اللي هو بيعمله يمكن دي من أكتر المرات اللي كلمت نفسي فيها وأنا بتفرج في السينما وبعيدا عن اللي التجربة عملته للفيلم خلونا نتوقف قليلا عند التجربة نفسها وتعملت إزاي كيفية الانتقال من شاشة لشاشة ومن ويندو الويندو ومن تاب لتاب كيفية الانتقال من ركن الركن داخل نفس التاب كيفية توظيف المؤثرات الصوتية والموسيقى مع الإقاع بتاع المشاهد دي أنا عارف إن الكلام عن الجوائز بدري شوية بس حقيقي الفيلم ده يستحق تكريم من نوع خاص عشان المونتاج ويمكن كمان تكريم خاص عشان الأداء التمثيلي المزدوج لأبطاله لأنهم في كل مشهد عندهم تعبيرات وانفعالات لازم يأدوها وتعبيرات وانفعالات مش سهلة كمان وفي نفس الوقت لازم يحطوا في الاعتبار إنهم المفروض أمام شاشة رقمية منزلية وده ليه اعتبارات أخرى في التكسيد وهم حفظوا عليها كويس جدا على مستوى السيناريو والقصة فالأحداث بتاعتنا بتتحرك على محورين محور الإثارة المتعلق باللغز اللي احنا بنحاول نحله ومحور الدراما المتعلق بعلاقة الأب ببنته بالنسبة للمحور الأول فعادة الأفلام الممثلة ليها تصنيفين في التصنيف الأول كل فصل من فصول الفيلم بيلقي بدوق جديد على اللغز بتاعنا لغاية لما بيتحل في النهاية وده التصنيف الأفضل وفي التصنيف الثاني عادي جدا انك تمر بفصول كتير توصلك لطريق مسدود وده التصنيف الأضعف للمفاجأة بقى سيرتشنج بينتمي للتصنيف الثاني كتير قوي من فصوله بتوصلك لطريق مسدود ولكن مفيش أي فصل بيعدي من غير ما يلقي بدوق جديد على الشق الدرامي الشق المتعلق بعلاقة الأب ببنته وده عبقري الشق الدرامي في الفيلم ده هو الأهم هو الأتقل هو السر في أن أغلب الناس اللي كانت بتتفرج معايا في السينما تأثرت بالشكل ده وده موضوع سهل قوي تعرفوا أول ما كلمة النهاية بتنزل مش ناس كتير بتقوم لأنهم مستنين عنهم تنشف أنا هنا مش قصدي أبدا أقلل من الشق بتاع لغز الجريمة بالعكس ده يدعو للإثارة جدا ومليان التواءات ومليان مفاجآت بس الصراحة برضو فيه شوية عيوب فيه حدثين بالتحديد واحد في بداية الفيلم وواحد قرب النهاية متلفقين شوية الأول عشان أحداث الفيلم كلها تنطلق والتاني عشان يحاول يزاولنا شوية وفي نقطة التقاء الشقين دول فيه عندنا تصنيف تالت أصلا تصنيف الفيلم التقني الفيلم الرقمي الفيلم اللي بيدور في عالم الكمبيوتر والإنترنت والسوشال ميديا اللي بكل تأكيد ما شفتش أي فيلم في حياتي تعامل معاه بالدقة دي واللي برضو مش مستقل بذاته كده ده هو كمان في كل فرصة بيلقي بدوق جديد على الشق الدرامي ركزوا ودققوا قوي في الطريقة اللي جاب بيها باسورد الفيسبوك بتاع بنته وانتو تفهموا قصدي زي فيلم يوم الدين فيلم سيرتشنج خلق لنفسه نطاق تميز مليان صعوبات ومليان ذكاء في تسهيل أمور كتير وزي فيلم يوم الدين برضو هو مخترعش النطاق ده دي تجربة موجودة وشفناها في فيلم أنفرندد بس الحقيقة سيرتشنج بياخدها لأبعاد تانية خالص أرجع بقى للإجابة عن السؤال بتاعي هل بعد ما فات علي تلات أيام وأنا بفكر في الفيلم لسه منبهر بي زي يوم ما شفته الصراحة أنا بقيت منبهر بي أكتر وأكتر ولكن برضو شوية التفكير الزيادة سعدوني في أني أشوف المشاكل الصغيرة اللي اتكلمت عنها تقييمي لفيلم سيرتشنج هو تسعة ونص من عشرة روحوا شوفوه في السنما يا جماعة وأرجوكم روحوا بدري لأن تسلسل البداية بتاعه في حد ذاته عبارة عن فيلم قصير رائع منقشة الحلقة إيه أكتر فيلم شفتوه كان دقيق في نقل تفاصيل عالم الإنترنت والسوشال ميديا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي